اهلا بكم الى هذه النشرة الاخبارية نبدأها بالعناوين ميليشيا ستحشد في محيط بلدة الكركي الشرقي بدرعة ومخاوف من اقتحامها ستة عشر قتيلا لميليشيات قصد واسد بقصف مدفعي لفصائل الجيش الوطني في الحسكة الجيش التركي يحضر لاخلاء نقاط عسكرية له في ادلب وحلب الولايات المتحدة الامريكية تفرض عقوبات جديدة على ايران تشمل ستة شركات واربعة افراد مقتل خمسين شخصا على يد جماعة مسلحة متطرفة بملعب لكرة القدم في موزنبيق الافريقية اهلا بكم توجه رطلون عسكري من اللواء الثامن التابع لميليشيا الفيلق الخامس المدعوم روسيا الى بلدة الكرك في درعة وذلك بعد وصول تعزيزات عسكرية لميليشيا اسد باتجاه البلدة تمهيدا لاقتحامها وذكرت مصادر محلية لميليشيا اسد عززت حواجزها في محيط البلدة واغلقت حجز المخابرات الجوية الذي تعرض لهجوم ادى لمقتل ضابط وخمسة عناصر من ميليشيا اسد قبل ايام كما اغلقت الطرق المؤدية للبلدة بلدة الكرك ومنعت الدخول والخروج منها عبر الهاتف ينضم الينا احمد المسالي مع صحفي من عمان اهلا بك سيد احمد اخر ما يجري في الكرك الشرقي لديك نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الاثناء هناك هدوء رسبي وحذر وقلق كبير من الاهالي من مغبة اعالة اشتعال المعارك المعارك باي لحظة والامور قابلة بكل الظروف يعني هناك كل الامور مهيئة في البلد في البلد من اختحام من ايضا والوصول الى اتفاق من وصول الفيلق اللواء الثامن من الفيلق الخامس وفرض نفسه كفصيل فصيل رامن لفك الاشتباك في البلدة هناك بعض المنازل على اطراف بلدة الكرك الشرقي من الجهة الجنوبية والغربية الان تحت سيطرة الفرقة الرابعة لبكل اسف قاموا بتمشيط هذه المنازل ولكنهم يستطيعوا التقدم الى العمق في البلدة نتيجة قيام ثوار البلدة باستدافة هذه القوات وتكبيدها خسائر واجبارها على التوقف او الرجوع قليلا على هذه المحاور دخول اللواء الثامن وفرض وجوده في المنطقة ادى الى فك الاشتباكات هناك مباحثات في البلدة لم تتوقف هذا هو اليوم الثالث على التوالي يوم امسك ان هناك اتفاق على تسليم السلاح الذي تم اغتنامه من الحاجز بعد مقتل عناصره لكن النظام رفض علما ان هناك توجيهات من النظام ومن الاجهزة الامنية الى المخابرات الجوية بان تكون هي من تحقود الحملة على الكرك الشرقي وهذا بطلب من المخابرات الجوية لانها قالت بان عناصرها من قتلوا ولن تسامح ولن تغفر وايضا ارتأت اللجنة الامنية في محافظة درعا من اللواء هشام لوقة والفرق الرابعة بان يفصل ملف درعا البلد عن ملف الكرك الشرقي فهذا شأن وهذا كان اخر وقال وجهة بلدة الكرك الشرقي بانهم خرجوا فزعة لدرعا البلد وهذا ما رفضه النظام وهدد البلدة وكان له اليوم الاقتحام لكن هناك الان محاولة لتهديئة الامور اتضام الروسي لواء ثامن من فيلق خامس في البلدة استنفار كبير لاصابات الاسد ان كانت الفرقة الرابعة والاجهزة الامنية والمخابرات الجوية طيب هل ترى انوصول الفيلق الخامس الى الكرك الشرقي هو لمنع اي اعتداء عليها يعني كقوى فصل او كقوى عازلة مانه سيتدخل بشكل مباشر اللواء الثامن تدخل من ثلاث نواحي الناحية الاولى بتعليمات روسية كروسيا كدولة ضامنة وتقوم بضمان الامور من باب ثاني اللواء الثامن دخل كقوى فصل وتمكن من فق النزاع الى هذه اللحظة والامر الثالث هو لايقاظ جموح الفرقة الرابعة بالتوسع والسيطرة شرقا كما قامت به غربا فاللواء الثامن هذه مناطق اللواء الثامن ومنطقة سيطرت اللواء الثامن وجود الفرقة الرابعة في الريف درع الشرقي وبوابة منها انطلاقه من الكرك الشرقي يؤدي بشكل كبير جدا على انحصار اللواء الثامن وزعزعت وجوده واستقراره في الريف درع الشرقي فهناك شراع للنفوذ الان ليس فقط هناك اقتحام للكرك الشرقي وتسويات وشروط للنظام انما هناك تهديد مباشر لوجود اللواء الثامن في الجهة الشرقية من محافظة الدرع علما ان الاتفاقات التي حصلت مع السويداء ذعلت من اللواء الثامن يرتاح اكثر لمواجهة التوسع الايراني في المنطقة وهذا يأخذه على عتق عناصر اللواء الثامن بعيدا عن قيادات التابعة لروسيا او الاوامر الروسية لان روسيا 90% او 100% من ضمانه هو يوالي النظام طيب ما هو دور اللجان المركزية اليوم فيما يجري في الكرك الشرقي بكل اسف نقولها اللجان المركزية ان لم تعلم ان لم تعلم بوجود نية مسبقة وتنسيق مسبقة لهجوم النظام على هذه المناطق كما حصل في درع البلد وريف درع الغربي والصنمين والان الكرك الشرقي ان لم يكونوا يعلموا فانهم صامتون وهذا يدل على انهم يعني هل انت تشيروا استاذ احمد بان اللجان المركزية تعلم بما يتم التخطيط له هناك معلومات كبيرة تتوارد على هذا الامر بانهم يعلمون وانهم ينسق معهم على دخول هذه وهذا للأسف الشديد لن نستطيع البوع به اكثر لان عناصر واعضاء اللجان المركزية بكل اسف عندما يذهبون الاجتماع يعودون بصمت لا يقولون ماذا حصل ولا يبلغون الاهالي بما حصل ولا يتداول ما حصل بهذه الاجتماعات يبقى طي الكتمان وطي السرية التامة وهذا يؤدي الى الشكوك بانهم يعلمون شكرا جزيلا لك احمد المسالي مع واضحات الصورة الصحفي كنت معنا من عمان كتل 16 عنصرا من ميليشيا قصد واخرون يتبعون لميليشيا أسد واصيب عذاد آخر بجروح بقصف لفصائل الجيش الوطني على مواقعهم شمال الحسكة وأوضحت مصادر محلية عن الفصائل المقاتلة استهدفت بالمدفعية الثقيلة مواقع مشتركة للميليشيات في محيط قرية أم حرملة ونقطة بوبي ومحيط أبو راسين مضيفة أن القصف تسبب بمقتل 12 عنصرا من ميليشيا قصد بينهم قيادي كما قتل أربع من عناصر ميليشيا أسد جراء سقوط قذائف الصاروخية على نقطة عسكرية لهم قرب بلدة أبو راسين يواصل الجيش التركي إخلاء نقاطه العسكرية التي تحاصرها ميليشيا أسد في ريفي إدلب وحلب وذلك بعد أيام من إخلاء نقطة مورك شمال حماو ونقطة شيرمغار غربها وأوضحت مصادر محلية أن الجيش التركي بدأ بإخلاء النقطة العسكرية في قرية الشيخ عقيل الواقعة قرب بلدة قبتان الجبل غرب حلب مضيفة أن نحو 60 أليم معظمها شاحناتنا دخلت للبدء في عملية الإخلاء وذكرت المصادر أن الجيش التركي يعتزم أيضا إخلاء نقطته العسكرية في منطقة معرحطات تابعة لمدينة معرة النعمان على الطريق الدولي حلب دمشق جدد تنظيم داعش هجماته على عناصر وقيادات في فصائل الجيش الوطني في ريفي حلب وذكر إعلام التنظيم في بيانا له أن عناصره استهدفوا آلية للفصائل بين قريتي العمارني والجامل في منطقة جرابلوس بعبوة ناسفة ما أدى لإعطاب الآلية وإصابة من كانوا على متنها وتعتبر هذه العملية هي الثالثة التي يتبنىها التنظيم خلال أسبوع ضد فصائل الجيش الوطني في ريفي حلب نقلت وسائل إعلام الموالية عن فرع الأمن الجنائية تابع لنظام أسد في حلب بيانا كشف عن مصادرة مبالغ مالية كبيرة وسيارتين فضلا عن اعتقال ثمانية أشخاص بتهمة التعامل بغير الليلة السورية وممارسة مهنة تحويل وتصريف الأموال الأجنبية وكشفت المصادر عن مصادرة أربعة عشر ألف دولار أمريكي وأربعة ملايين ليرة سورية حيث سلمتها إلى مصرف سوريا المركزية التابع لنظام أسد مضيفة أنه سيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء ويشار إلى أن نشاط وزارة الداخلية التابعة لنظام أسد زاد في الآوينات الأخيرة لضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن بشار الأسد لكسب المزيد من الأموال انطلقت أرتالون لقوات حفظ السلام الروسية من أراضي أرمينيا باتجاه إقليم قراباغ بعد توقيع اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان وذكرت وزارة الدفاع الروسي أن القوات تضم 1960 جنديا وتسعين ناقلة جنودا مدرعة وثلاثمائة وثمانين قطعة من المعدات حيث تم نقل أفرادها ومعداتها من روسيا إلى أرمينيا على متن طائرات نقل عسكرية روسية وستقوم بالانتشار وإنشاء نقاط مراقبة على خط التماس في قراباغ يأتي نشر قوات حفظ السلام الروسية بموجب الاتفاق الذي وقعه قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا حول وقف القتال أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات على مشتريات إيران للمكونات الإلكترونية شملت ستة شركات وأربعة أفراد وحددت الوزارة الشبكات والأفراد الذين سهلوا شراء المكونات الإلكترونية ذات المنشأ الأمريكي لصالح شركة إيران للاتصالات وهي شركة تابعة لوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية كما أضح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونوتشين أن النظام الإيراني يستخدم شبكة عالمية من الشركات لتعزيز قدراته العسكرية المزعزعة للاستقرار حسب قوله قتل مسلحون ينتمون لجماعة مسلحة متطرفة وقتلوا خمسين شخصا في ملعب لكرة القدم شمال موزنبيق وأوضحت وكالة أنباء موزنبيق الرسمية أن مجموعة من المسلحين نفذوا هجوما على قرية مواتيد شمال البلاد حيث أمسكوا بالأهالي الذين حاولوا الفرار وقتادوهم إلى ملعب محلي لكرة القدم وقتلوهم بطريقتين وحشية هذا وتشهد البلاد الغالبية المسلمة والغنية بالغاز صراعا بين السلطة الحاكمة وبين تلك التنظيمات منذ عام 2017 أسفرت عن مقتل نحو ألفي شخص وتشريدين ما يزيد عن 430 ألفا وسطى عجز حكومي عن مواجهة التمر المزيد من الإخبار على منصات أوريانت على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا على أوريانتاش نيوزات نت شكرا للمتابعة وبإمان الله اشتركوا في القناة